ترجمة نانسي قنقر مرحبا جميعا تمنىكم تكونوا بإخير على خير لا تتسلمني أعلم أنني لم أقرأت فيديو فيديو في يوتيوب لذلك ولكن أنا رجعت وإن شاء الله فأتي وجود نطول معكم اليوم جيت باش نتكلم على أحد الموضوع اللي مهم بزاف اللي بزاف دي المغربة والعراب الجون عندي كي سقسوني أو كي سولوني لتسألني إنه جنوان أو لا شنو هذه الحاجة اللي هي جنوان أو لا؟ كان عقود عمل مرسلة من طرف أشخاص اللي هم مجهولين من بريطانيا إلى مغربة أو إلى كل الناس اللي هم في دول العربية ولكن ألف الأخص هم جوني من مغربة أكثر من الدول العربية. هذه الناس هذه العقود العمل هي كتكون فيها بنود وطبعاً كيكون فيها أدرس يعني جنوان أدرس الشركة كتكون هي موجودة يعني مثل هنا ما كيناش شي شي كذبه ولكن فاين كنشوفوا على أن كينت مكدوب. مثلاً ما اللي كي يجيب وقولوا لك باللي إحنا عملنا انتفيو. ثم كتعرفوا على أن كل شغل أو كل خدمة ضروري عليها واحد الانتفيو. يعني لقاء عمل. هذا اللقاء العمل يا إما أنهم يشوفوك على أنك يعني جنوان على أنك يعني على أنك أنت الإنسان اللي غادي يصلح لهم في ذاك أو في ذاك المكان المخصص من ذاك العمل فقط. ولكن ما ليك أن تفاجئوا على أن يعني كيبيعتوا لك إيميل وإيميلات اللي هي كتكون صحيحة كيف ما قلتكم على أن يعني 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 الشركة موجودة. ولكن الناس اللي قاموا بالمراسلة أو اللي قاموا يعني ببعث الإيميلات هم أشخاص اللي هما ماشي من ذاك يعني ليسوا ضمن شركة اللي بعثكم ذاك العقود العمل. كيف كيف غتعرف أو كيفية معرفة هل عقد العمل هو يعني مضمون أو يتوفى كل الشروط أو على أنه يعني هو جنوان يعني عقد عمل يعني مضمون وماشي غير يعني كاذب. مثلا ما اللي قد نجيه للفصول اللي كنتكلم عليها في عقد العمل هنا في بريطانيا كيف ما قلتكم على أن لا يعقل على أن يعني ثمن يعني يعني الخلصة ديالك أو الثمن ديالك أو المنموم ويج اللي غادي تكون كتقاضاه في الشهر هو يعني أتكلم هنا على يعني ثمانية آلاف جنيه استرليني للشغل اللي هو عادي 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 جدا. هادي من بين الأمور اللي تقول لك باللي على أن حقد العمل اللي جاك هو غير مضمون يعني مشكوك فيه مئة في المئة. مثلا يعني هذا مثل الأول هو على أن ثمانية آلاف جنيه استرليني يعني ألاف شغل يعني منزل يعني مجانا وهذا ليس لا يعقل على أن في لندن في لندن أنهم يعطوك منزل بالمجان فهذه من المستحيلات حتى الفورنيتشا الفورنيتشا لما أقول الفورنيتشا يعني أتكلم على يعني الكل ما هو يعني محيط بك يعني متلفاز من متلفازة من 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 سوفاء إلى آخر يعني كل ما يلزمك في في بيتك فهو بالمجان يعني مذكور في تلك يعني في تلك العقد العمل إذن هذا غد يقول لك باللي هنا غد يقول لك باللي هذا عقد العمل هو ليس يعني 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 كارب مئة في المئة كذلك يقولون لك على أن يعني الترانسبور ببليك ترانسبور فور فري وأنت يعني سوف تأتي لعمل بسيط جدا فكيف يعقل على أنك سوف تأتي لعمل بسيط جدا وأنت سوف تتقاض عليه تقريبا يعني ثمانية ألاف باوند أو 8000 باوند من فور نون سكيلد جوب كذلك غد يعطي لك كيف ما قلتكم يعني كان درجة بين اللغة العربية والدارجة وكذلك الإنجليزية اللي كيف يفهم الجميع حتى هما غد يعطي لك البوليك ترانسبور يعني يعني الكميوتين باسيز أو تاكسي سوف غد يعطيوها لك بالمجان يعني فور فري وهذا كيقولون على أنه كيأكد على أن هذا عقد العمل هو كاذب جدا ثم عارفين على أن في بريطانيا هنا الميميموم ويج يعني الحد الأدنى الأجور هنا في بريطانيا يتراوح بين 16000 يعني 1600 جنيه إسترليني أو 1500 أو 1700 يعني جنيه إسترليني هذا الميميموم ويج لإنسان الذي يتقضى يعني 23000 أو 24000 يعني باوند في السنة في الدخل السنوي ولهذا يقول على أن هذا العمل أو أقول لكم على أن هذا العمل أو أن عقود العمل هي مزورة وليس لها يعني أساس من الصحة هذا كان توضيح مني إليكم وإن شاء الله دائما أبدا سوف أحيطكم علما بكل ما هو جديد في المواضيع يعني مواضع الشغل وكذلك أي موضوع كهمنا كمغاربة في بريطانيا أو كعرب في بريطانيا أستودعكم الله أقول لكم إن شاء الله نلتقي في فيديو قريب إن شاء الله السلام عليكم